لا هلأ ما عم بتردسوني طبعا ما رح ترد بعد الحكي اللي يلنا الحقيقة المرة كان معها حق مو بالشي اللي بيخصني لكن احنا بنعرف مظبوط انه وقت تروق الاوضاع رح يتصل فيك يجيد فورا ما تقلق ما رح يتصل وهو مبسوط بوضعه وخلص كل همه انه تكون بعيد عنه خلص فرهاد لا تحكي بهالطريقة انت بتعرف منيح انه اخوك يجيت مستحيل يفكر بهالاسلوب حلو انت فاضي حضرة النائب منيح انك لسه متذكر اني نائب عم بسمعك العملية خلصت مسكنا الجماعة وما بقى في خطر على حياتك منيح حلو كتير هلأ الكل فيهم يرتاحوا شكرا لك العفو حضرة النائب يا جيت عمي اتصل علو كيفك اخي؟ طمني وينك اخي كيف صرت هلأ؟ منيح منيح شكرا اخي العملية خلصت الشرطة وصلت للعصابة ومسكتون كتير منيحة هلأ طمنا طيب انت بدك مني شيء اجي مشا نشوفك يستمو اخي طمني انت كيفك؟ هلأ شو بدك فيني اخي؟ خبرني انت وينك في دعا يجيل عندك شيء؟ أفضل بلاها هلأ طيب انت لازمك شيء بدك شيء لأمن لك يا؟ لا لا انا منيح على الأقل بها الوقت رح حاكيكم بعدين سلملي على أصلي ودير بالك على أبنك تمام تمام أخي مع السلامة طمنت علي جيت؟ اه؟ ايه طمنت هو بخير حبيبي غزجور؟ تعرف انه عمك رح يصير عنده ولد؟ يا سلام رح يكون متل أخي ما هيك؟ يعني متل أخي نجدات بتصير انت ونجدت أخواته ايه بس هو صغير كتير صعب يكون أخونا كيف صعب تكونوا أخوي؟ بكرة انتوا الكبار بتعلمون عمي بيكون أخوك الكبير معناها هو علمت تمام ايه معك عمي صمد؟ شو ما تذكرتني؟ انا يا جيت انا ابن الحلاء نجدات ما عم صدق انت حضرة النائب وهيك ايه شو عم تعمل هون؟ بقدر ساعدك بشي؟ حمد الله يا ابني منيح كتير انا بالأصل مرتي من هون ومن بعد ما سكرنا الدكان انتقلنا لنعيش بالمدينة على أساس نريح راسنا شوي بس انت ما خبرتني كيف شغلك وعيلتك؟ كل شي بخير ما تقل لي هذا الولد الحلوء ابناك وزجور سلم على عمك صمد هو كان رفيق جدك ما شاء الله على فكرة ابنك بيشبه نجدت كتير الله يرحمه شو كان زلمي طيب آمين آمين اخ يا نجدت اخ ايامه الاخيرة ما كانت حلوة من نوب كان كل الوقت مشغول الباله متوتر وما كان مبسوطه بشي كان قلبه حاصه وكان طول ما نقاعد يحكى عن الموت هيك كان بابا بدي روح الحمام طيب طيب ابني طيب هلم نروح نحنا مضطرين نروح بس لازم شوفك اعطيني رقم موبايلك وبتصل فيك وبشوفك ابني انا من وين لوين لحتش هلموبايل ما بيلزمني شوف نحنا بالعادة منقعد بهديك القهوة اللي هنيك نتسلة شوي لما يكون عندك وقت تعال نتسلة سواء تمام الله يحفظوني يا ابني ويحفظك الله معك يلا تعال هلا انا رح فرجيك القهوة القديمة ماشي رح تحبه كتير يلا روح بسرعة اقول لامك انه جبنا الخبز امي نحنا رجعنا اهلا وسهلا اوه ريحة الخبز كتير حلوة وطيبة تفضلي سونا يجيت اتصلت بأصلي بس ما رديت بس انا اتصلت بفرهاد خبرته انه هالعملية خلاص انتهت قلت لخبره بلا ما يجينه يعمل شي مو صح خليه يعرف مني مو على اساس انتي ما بدك تسمع صوته هدول بالاخير عيلتي سونا فرهاد اخي حق معك يعني انا ماني عم قللك انه المفروض تنساهن او انه ما تحبون لعيلتك كل القصة انه نحنا مصالحنا كلنا نبعد عنهم شوي طيب قول سون وامي شو دخلهم بالقصة هنن ما بيعرفوا ابدا عن وضعنا هنن مو مضطرين يعرفوا شي بالاول والاخير هي حياتنا لاك يجيت ما بتعرف قديش خفت وقته وياريت تفهم هالشي بصراحة انا وقت كون بعيدة عن عيلة امير خان بحس انه نحنا بامان اوزجور سبق وانخطف كمان انت انصبت معقول امير خان ما تدخل بكل هالقصاص طيب سونا بدي فوت غسل اوزجور تعا بسرعة تعاوا عود هون مشان نفطر بسرعة قبل ما يبرود البيت اشتركوا في القناة